موسيقى نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صومة عنوان حلقة اليوم علم اليقين القرآن الكريم الذي نزل في هذا الشهر المبارك هو حق اليقين سوف نوضح في هذه الحلقة بإذن الله ما هو العلم وما هو علم اليقين وما هي عين اليقين ثم ما هو حق اليقين ما هو اليقين اليقين هو غوص وثبات مستند إلى إيمان حق ومعرفة عميقة ويتم الوصول لليقين عن طريق البصيرة لماذا؟ لأنه علوم ربانية الأساس قرآنية المنبع وسيلته التلقي قال تعالى وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ عَلِيمٍ في سورة النمل الآية السادسة ما هو العلم بشكل عام؟ العلم هو نظام المعارف والقوانين والنظم والحيسيات المدركة بالحواس الخمس ويتم الوصول للعلم عن طريق البصر قال تعالى الذي علم بالقلم بسورة العلق الآية أربعة فهو أي العلم المادة المرئية وهذه المعارف هي العلوم الظاهرة قال تعالى يَعْلَمُونَ ظاهراً من الحياة الدنيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ بسورة الروم الآية السابعة أما هذه العلوم فهي ما يسمى علم الظن وعلم الظن يتعارض مع علم اليقين فنحن نرى العلماء في مختلف الاختصاصات في الطب، في الهندسة، في الإلكترونيات وإلى آخره وفي كل المجتمعات المختلفة ولكن نرى بعض هؤلاء يؤمنون بغير الله تعالى أو ينكرون وجود الخالق سبحانه إذن لا تكفي العلوم الدنيوية والعلوم الظاهرة من أجل أن نصل إلى الإيمان بالآخرة أو الإيمان بحق اليقين مراتب اليقين لليقين ثلاث حالات أو مراتب هي من المعرفة مسلسلة بالشكل التالي أولاً علم اليقين علم اليقين هو النبأ الصادق عن شيء لكن دون رؤيته أو التعامل معه قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين بصورة التكاثر الآية الخامسة فالجن وجهنم والملائكة واليوم الآخر هم بالنسبة لنا علم يقين بالوقت الحالي ونحن في الحياة الدنيا لأن لدينا نبأ صادقاً عنهم جاءنا عبر الديانات السماوية وخاصة القرآن الكريم الذي نزل في هذا الشهر وهذا العلم أي علم اليقين يتطلب فكراً مؤمناً صادقاً صابراً فهو شرف للمؤمن وتشريف من الخالق وهو المكمل لعلم الهدى الذي يخص شعائر الشريعة والفقه لذلك على الإنسان أن لا يقتصر علمه على المعارف مثل الطب والهندسة والعلوم والفلك فقط بل أن يطلب من الله أن يزيده من العلوم الأسمى لذلك جاءت الآية الكريمة لتقول وقل ربي زدني علماً بصورة طه 114 وهذا عطاء إلهي يمن به على من يشاء مثل ما من على يعقوب عليه السلام فقال عنه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون بصورة يوسف الآية الستامنة والستين أي لا يعلمون هذا النوع من العلم لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء بصورة فاطر الآية السامنة والعشرين إذن العلماء وليس أصحاب المعارف إذن علينا أن نتمسك بعلم اليقين وليس العلوم الظاهرية في الحياة الدنيا نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نتابع معكم فقرات هذه الحلقة أهلا بكم أعزائنا من جديد الآن عين اليقين عين اليقين هو رؤية الشيء فقط لكن دون التعامل معه فيوم البعث عندما يرى الناس جهنم وقبل دخولها ستكون بالنسبة لهم قد أصبحت عين اليقين قال تعالى في سورة التكاثر الآية السابعة لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين من الأمثلة عن عين اليقين حاليا نحن نرى النجوم لكن لا نتعامل معها نرى المريخ ونرى الكواكب لكن لسنا بداخلها ولم نتعامل معها فهي بالنسبة لنا عين يقين وليست حق يقين لكن ما هو حق اليقين حق اليقين هو التعامل مع الشيء ومعرفة تأثيره فبعد دخول جهنم تصبح حق يقين قال تعالى وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين بسورة الواقعة الآية الرابعة والتسعين والقرآن الكريم بعد أن نزل في هذا الشهر المبارك أصبح بالنسبة لنا حق يقين لأننا تعاملنا معه وتفاعلنا معه وأخذنا منه الكثير من العلوم والكثير من الشريعة والفقه قال تعالى لذلك على القرآن الكريم وإنه لحق اليقين بسورة الحق الآية الواحد وخمسين ونلاحظ أنه قال لحق وضع علام التوكيد السقيلة بكلمة حق لذلك يجب التعامل معه وخاصة في هذا الشهر المبارك على أنه حق يقين والإيمان الإيمان بكل ما ورد به من معلومات وكل ما ورد به من حقائق وكل ما ورد به من تشريعات على أنها حق يقين مثال الإيمان بالآخرة يجب أن يكون حق يقين وهذه صفات المتقين لذلك نجد في بداية القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بصورة البقرة الآية الثانية إذن علينا أن نتعامل مع القرآن الكريم على أنه حق يقين في هذا الشهر الفضيل ونعطي مثالا عن عالم الجن فالجن بالنسبة لنا في الحياة الدنيا حاليا هم علم يقين لكن كان الجن حق يقين عند سليمان عليه السلام حيث رآهم وسخرهم للعمل قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون بصورة النمل الآية السابعة عشر يوزعون أن يتبعوا بعضهم بعضا وقد قسم سليمان عليه السلام قسم الجن إلى قسمين فالفئة الكافرة منهم وأقصد الشياطين سخرهم للأشغال الشاقة قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص بصورة صاد الآية السابعة والثلاثين أما باقي الأعمال الهينة والغير شاقة فكانت للجن قال تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات بصورة سبأ الآية الثانية عشرة ماذا يعني قدور راسيات؟ أي قدور فخارية ضخمة سابتة في مكانها لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر أما الجفان فهي أوعية تناول الطعام وقال كالجواب أي تشبه أحواض الماء الضخمة إذن سليمان عليه السلام كان الجن بالنسبة له حق يقين لأنه تعامل معهم ماذا يعني الصفاء؟ ونحن في شهر الصفاء في شهر المحبة في شهر الإخاء صفاء الإنسان يتمثل في صحة عقله وإدراكه أي هو الصحوة الفكرية نحو الخير ونحو السعادة للذات وللآخرين فهو سر البقاء والصفاء عن الشيء هو العلو عنه ويتمثل في العلو عن ملزات الحياة الدنيا ونحن في شهر الإبتعاد أي الصيام عن كل الملزات والله وحده فقط يرى الكلية بكليتها والوجود والطاقة في عالم الصفاء هي طاقة ائتلاق قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة بصورة القيامة الآية الثانية والعشرين أما في عالم العذاب فهو طاقة احتراق وليس ائتلاق قال تعالى عنهم أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة في سورة يونس الآية السابعة والعشرين فالعاقل من خاف البقاء في الدنيا ورجى الانتقال إلى الآخرة أي الرجوع إلى ربه قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي حسب سورة الفجر الآية السابعة والعشرين إذن نحن في شهر رمضان واقتربت العشر الأواخر فعلينا العودة إلى حق اليقين ويجب أن نوقن أن كل آية نقرأها في القرآن نقف عندها نتأملها ندركها نفهمها قال تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا الاستماع عن الفهم أما الإنصاط فهو السكوت ترجمة نانسي قنقر